قناة شفا هي اكبر قناة عربية في اليوتيوب وهاي القناة تستهدف الاولاد الصغار لأعمارهم كتير صغيري وفي كتير منتعدين انتقضوها في اليوتيوب على هاي القناة لانه محتواها اصلا ما بناسب لولاد الصغار يعني عن جد ما بناسب لولاد صغار فقناة شفا مدرين قناة شفا ردوا عن هذا الانتقاد بهذا الفيديو اللي راح نشوفه اليوم ورح ننتقده بقى مرحبا اصدقائي كيفكم؟ بهذا الفيديو مش راح يكون كتير بضحك لانه بصراحة عم بحكي انا ع حياة اشخاص حياة اولاد صغار فسعب يكون يضحك رح احاول بس سعب يكون يضحك هاي الناس اللي طالعين يتكلموا عنا هم عارفين نحن ليش طالعين يتكلموا لو نحن مش مش فورين ومش ناجحين كان ما طلعوا تعبوا نسهم يتكلموا عنا لكن الشجرة المثبرة هي التي تقدر هم يدون مشاهدات بالعافية لهم مشاهدات لكن ما بياخدوها بسب الناس وبالقدس الحمد لله نحن مشاهدات نوش دقيقة 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 طبيعي كل شخص فايت كلم على اليوتيوب يقدم محتوى على اليوتيوب هدفه انه يشوف فيوز يشوف مشاهدات يشوف مصارى يشوف نتيجة التعب اللي عم بتعب صاش وفي محتوى عليوتيوب كمان اللي بقدم محتوى انتقاد ليبنتقد الاشياء اللي عم بتصير عليوتيوب عشان ميصيرش اشياء اك Technologies جداёة باليوتيوب لانه هايولا ماموثرين هايولا عم بتاثرو على المجتمع عم باثرو عم ناس باثرو على الاشخاص على الأطفال مثل قناة شفا اللي هي أكبر قناة بالوطن العربي اللي بتأثر على الأطفال فطبيعي أنه ينتقدوها لما هي بتسوي إشياء غلط بنتقدوش لما بسوي إشياء صح بنتقدو لما بسوي إشياء غلط فمثلا لما بعملولي فيديو عليها شفا علقت ليجو عوجها يعني طبيعي يا ولد يشوف ولد صغير عمره سنتين وثلاثة سنين يشوف هيك فيديو في أمل يعلي ليجو عوجه أو يقل ليجو بالغلط وهو بعرفين شو هذا طبيعي يا ولد صغير لما بتقولولي إنه لا تسوي هذا في البيت الولد الصغير بعرفشي إراها بعرفشي إراها فطبيعي ينتقدوكم يعني هاي هاي الإشي اللي مني بتخيل سب الناس وبقد موش نسب ناس أو نتكلم عن فلان وعلان الحمد لله ولا يوم حالتنا سبين أحد ولا أدينا أحد ولا تكلمنا عن أحد يا أنا مش فاهم أنا مش فاهم بس مين سبهن يا خي مين سبهن أنا أنا مش فاهم يا خي فهمين الانتقاد هو سب يعني في شي غلط بالموضوع مش بتنتقد حدا معناته أنت بتسيبه طبيعي يعني يعني طبيعي كمان الأهد بنتقضوا أولادهن لما بيسووا شي غلط فهن بنتقضوهن عشان يحسنوا ف يعني بدل ما تطلعوا بهذا الفيديو كان أفضل إنه يتحسنوا الإشي اللي عاملينه غلط الحمد لله شكرا ولا غررين أحد وان دمرنا يعقول أي أحد الحمد لله نحن خاف الله ونبنع أقول أطفال ونتقى الله آه آه هيك هيك بتبنع أقول أطفال إنه يحطوا مكياج ويتزوجوا هن صغار وإنه زواج شنع آه ويحطوا ليجوا عوجهن طبيعي طيقة هاي كله طبيعي ببنع أقول أطفال لا هنبدا نمروش عقول أطفال لا ببنوها بنوها يا جماعة إحنا فهمين إنه الفيديوهات نطعوب عليها بس لو تدعبوا على فيديوهات اللي محتواهن بعلمهن عن جد بعلمهن الأطفال بعلمهن إشياء مفيدة وشافة الله يحفظها أغلى من كل شيء أغلى من اليوتيوب أغلى من الدنيا كلها ما مستحين سوي شيء يضرها أو يضر الأطفال شافة الله يخليلكوا إياها والله يحميها إحنا مش عم نحكي عن شافة إحنا عم نحكي عن اللي بكتب السيناريو أكيد مش شافة اللي عم تكتبه ولا عم بتمنتج ولا عم بتصور أكيد شافة بس عم بتمثل في الفيديو يتلم عن شافة وعنه هو معروف ليش عشان الغيرة لأكبر قناة في الوطن العربي نحنا الغيرة ما قد يطفوا الغيرة يا الله شاف عندها كتير ما مش تركين أنا فيش عندي ليه مش شارك إذا كل حد يا أخي خلي واحد غيران اثنين غيرانين ثلاثة يا أخي ليه ليه خمسة وعشرين ستة وعشرين أنا عارف قدي كتير كتير حكوا عنكم يعني محناته في شيء غلط بالمحتوى يا عم بالمحتوى نفسه في شيء غلط أكيد مش كلنا فينا غلط إنه من غار يعني أنا بتخيلش خاص بكفي خلص أنا زيت من هالفيديو طيب يا شماعة أنا بس حبيت أحكي قاعدة الفيديو لأنه أنا كمان واحد من الأشخاص اللي انتقطتهم وانتقطت المحتوى العباد مو فحسيت الفيديو موجه إلي كمان واستفزني كتير فعشان هيك كمان برضو حكيت عنه ومتأسف إذا حكيت بأسلوب يعني شنع شوي بس بصراحة لأنه كان مستفز الفيديو وبس نعملينهم اشتركوا في القناة